السلام عليكم معكم تدار نقار هذه المحاضرة ترتيبة خمسة بالسلسلة النيفرو بيثولوجي هنعرض فيها ثلاثة اسئلة هيكونوا تقويم لمحاضرة البروتينيوريا يفضل سماع محاضرة البروتينيوريا بداية قبل انه تستمعوا لهذه الاسئلة السؤال الاول معانا حادث مريضة عمرها 73 سنة محولة للعيادة للتقييم بسبب وجود قصور كلاوي مع فقر دم عندها تحاليلها اظهرت خضاب قيمته 8 كان من سنة 11 عندها الكرياتين الضاعف خلال سنة حاليا 1.8 من سنة 0.9 الصوديوم 132 البوتاسيوم 4.6 الكالسيوم 10.8 والحد الاعلى هو 10.5 ففي عندي ترياد هايبركالسيميا أنيميا رينال فييلر شو لازم نفكر؟ لازم نفكر بالميلومة نعمل له سيروم بروتين إلكتروفوريسيس اللي هو رحنان البروتينات الكهربى بالمصل فأظهر مونوكلونال سبايكس بالقامة اللي هو مونوكلونال قامة وبتي اعتلال قامة وحيدة نسيلة شخصوها مولتبل ميلومة طيب لما عملوا له فحص الفحص السريع للبول بالعيادة اللي هو الكاشف اللوني أظهر بلس ون بروتين ما فيه ما فيه رح ضيف من عندي أنه نعمل له البروتين كرياتين ريشو اللي نعرف قدش فيه بروتين بالبول على أساس أنه هذا بلس ون فبنا نأكده ب البروتين كرياتين ريشو فطلع عندها أربع جرامات بروتين بالبول لاحظوا فيه افتراق كبير أربع جرامات فيه الفحص الدقيق والفحص اللي هو اللوني أعطى بلس ون هذا هو حيكون السؤال ليش الافتراق السؤال بيقول أنه أي من العبارات التالية هي صحيحة فيما يتعلق بنتائج الديبستيك اللي هي الكاشف اللوني للبول الخيار رقم واحد أنه اليورن ديبستيك يكشف أو يستطيع كشف الألبومين بشكل مقبول بشكل جيد لكنه لا يستطيع كشف بقية البروتينات اللي هي المونوكلون البروتينات اللي هي الامينوغلوبين اللي بتسبب الكاس نيفروبثي اللي هي الأذية الأساسية للكلية بالمولتلون الريلومة الخيار رقم اثنين أن اليورن ديبستيك الكشف اللوني حساس أو مشعر حساس للتوبولر بالمحاضرة الماضية شرحت أنواع البروتينيورية الأربعة فينكن ترجعوا تسمعوه فاليورن ديبستيك بيقدر يكشف النوعة التوبولر والأوفرفلو هيك عم يقول الخيار صح أو غلط الخيار رقم ثلاثة لو كان إيجابي لازم نأكدو ويشهد مع الكوانتيتف تيست اللي هي المعايرة الدقيقة لكمية البروتيين بالبول صح أو غلط الخيار رقم اربعة دي انه A&B صح واحد واثنين او الخيار E اللي هي A&C صح ممكن تثبتوا الشاشة إذا بدكم ثلاثين ثانية وتفكروا بجواب السؤال ورح انتقل بعدها لمناقشة الإجابة حقيقة أنا بالمحاضرة الماضية ذكرت الموضوع هذا لما بصير في افتراق بين البروتين يوريا والألبوم يوريا الكواشف اللونية اللي بتستخدم بفحص البول بتكشف الألبوم فقط وما بتكشف الامينوغلوبيلين وبالتالي لما بصير في هذا الافتراق معنات البيلة البروتينية اللي عم تصير الاربع غرامات اللي حكيتها عم تكون على حساب بروتين ثاني غير الالبومين بالموضوع الميلومة الأدية الأشهر او الأشياء هي الميلومة اللي هي الامنوغلوبيلين تجعل الامبوب القريب وبتسكره وبتسبب سدادات بالأنابيب هنشرحها لاحقاً فهذه البيلة البروتينية اللي بتسببها بتكون اوفرفلو بتسبب الانتاج الزائد للامنوغلوبيلين وبتكون لانه التوبس ما عادت تقدر تعمل الامنوغلوبيلين اللي عم ترشح وبالتالي هذي الخيار رقم واحد صحيح والخيار رقم ثلاثة انه لازم نحن نأكد نتيجة الديبستيك بفحص البروتين بالبول كمان صحيح بينما رقم اثنين اللي قال انه الديبستيك بيقدر يكشف الوفرفلو بيقدر يكشف التوبولر كلام خاطئ بذكركم انه البروتينيوريا هي تبع الالبومين وهذه الكاشف اللوني بيقدر يكشفها بشكل جيد نحن لو عملنا البروتين بالبول البروتين كرياتين ريشي ولو عملنا الالبومين كرياتين ريشي وقارننا بيناتهم حقيقة ممكن نعرف انه هي الازية هي فعلا ع حساب الانبيب او ع حساب الكوباب الكلوية فمثل ما حكينا بالكاس ميلوما نفروباتي بيكون في عندي افتراق سبب انه البيلة البروتينية سببها عدم امتصاص الامينوغلوبيلين او انه في اذية عمصر الانبيب وهي اما ايفا اوفرفلو او توبيلر بينما الاجلوميرول متل ما حكينا بتكون سببها بيلت الالبومين اللي هي مالعلقة بهذا المرض نحن ممكن نقارن الالبوم الكرياتين ريشو مع البروتين كرياتين ريشو اما اقل من 40% وبالتالي في الالترنيتف بروتين زي الميلومة او اكثر من 40% في الاصابة غالبا من فوق جاية من الكوباب الكلوية وهذا التشخيص الافريقي الهواسع اتمنى انه هالسؤال رسستخل كل المعلومة اللي حكيتها بالمرة الماضية بالمحاضنة الماضية وردت عدة هالمرة اراها مهمة ولازم نأكد عليها انه كتير الى قيمة سريرية ومفيدة حقيقتا مننتقل للسؤال التاني السؤال التاني حقيقتا هو سؤال امتحاني حذفه فقط تركيز المعلومة ربما ما له قيمة سريرية السؤال هو من البروتينات التالية ما هو المركبات او البروتينات اللي بتكون ضرورية او مفيدة بالابسوربشن من الفلتريترد بروتين اللي هي البروتينات الراشحة متل ما حكينا بالمحاضرة الاولى ان البروتينات او في جزء من الالبوميين كتير قليل بيرشح عبر الكوباب والامينوغلوبيلين وبقيق البروتينات للإيجابية الشحنة بترشح وكلها يعاد امتصاصها عبر البروكسيمال تيوبل سيلز فشو هي البروتينات المفيدة او الضرورية بهذي الريابسوربشن هل هو اليوروموديلين هل هو الميغالين هل هو السي ثري كومليبنت هل هو الكلاثرين هل هو النفرين ممكن يكون اكتر من خيار صحيح بالمناسبة ثبتوا الفيديو وفكروا بجواب السؤال ثلاثين ثانية هل انتقل لجواب الفكرة بسلايد الثاني جواب السؤال حقيقة هو اثنين B&D الميغالين أني الكلاثرين حقيقة الفكرة انه بس لا تذكيركن انه طريقة اعادة امتصاص البروتينات الراشحة معظم البروتينات اللي بترشح الالبومين والامينوغلوبيلين تعاد الامتصاصة بالإندوسيتوسس على مستوى البروكسيمال تيوبس والوسيط هو او المستقبل لهذه الاعادة الامتصاص والميغالين بروتين شهير والتاني اسمه كلاثرين هذا اتعرفت عليه مؤخرا حقيقا مرة ثانية الفكرة هي فكرة امتحانية لفهم الموضوع اكثر منه فكرة عملية اليورو موديولين ما له علاقة بالكوبة الكلوية اصلا هو التام هورسفل هذا بروتين بيفرز من تيوب اف هينلي من خلايا عروة هينلي وهو دور بانه بيقي من الانترنات البولية ربما بيزداد افرازه اذا في انترنات بولية السي ثري هو اللي بتعرفوها والى دور مهم ذلك تذكروا ان اقولها دور بالحدثية الالتهابية او بالتليوف الالتهاب اللي بينتهي بالتليوف على الاناليوب الكلوية لما بيكون في عندي بروتين يورية النفرين ذكرنا بالمحاضرة الاولى والتانية كتير السليد ديافراج اللي هو الشق الغشائي اللي بتشكل بالاستطارات القدمية البودوسايتس الفوتو بروسس بيكون بيناتهم البروتين اللي هو بيعمل الحاجز هو النفرين فتذكروا منيح لانه مهم نحكي عنه لاحقاً لما نحكي عن الف اس جي اس مننتقل للسؤال الثالث هذا السؤال مهم حقيقتان وحابب نكون تأكدوا عليه ما ذكرتوا بالمحاضرة لانه معلومة شوي نظرية بس تطبيقات العملية كتير مهمة ربما بفيد بتدبير مرضى الالتهابات الكبوب والكلية انه شو هو دور الانجوتنسين المفرز لوكالي بالموضع ما هو دوره في الاذية الكبية هل الانجوتنسين 2 بيساهم بالاذية الكباب الكلوية اول آلية انه هو بيعمل ارتفاع ضغط ضمن الكباب الكلوية وبالتالي هذا بيزيد الرشح الكوبي وبالتالي بيزيد من كمية البروتين الرشحة وبيعمل دامج مور انجري هاي رقم واحد رقم اثنين انه الانجوتنسين 2 بيأثر على البودوسايدس وبيعمل تثبيت للنفرين لتركيب النفرين او التعبير عن النفرين وبالتالي بيأثر على الحاجز الكوبي اللي هو اساس الرشح مثل ما ان النفرين كتير مهم بهذا الموضوع فالانجوتنسين 2 بيعمل بيشتغل على البودوسايدس نفسها وبيأثر على النفرين رقم الثلاثة الالية الثالثة على البرايتل سيل انه الانجوتنسين 2 بيعمل اكتيفاشن للبرايتل سيلز البرايتل ابيثيل وهذا الشيء ممكن يسي او متل ما انه هي برايتل كتير دورة اساسي بتدهور الكباب الكلوية هاي ثلاث احتمالات الاحتمال الرابع انه كلهم صحيحات فشو برأيكون الجواب سبت الفيديو فكروا في ثلاثين ثانية واختاروا الاجابة الصحيحة اللي حتكون بسلايد اللي بعده الجواب حقيقتا هو دي كل ما سبق صحيح الانجوتنسين 2 بيرفع الضغط ضمن الكبه الكلوية وبالتالي بيزيد الرشح بيزيد من كمية البروتين الراشحة اضافة لانه بأثر على البودوسايدس مباشرة متل ما حكينا على النفرين اكسبريشن وبيأثر على البرايتل سيلز بيعمله اكتيفاشن والبرايتل سيلز بتعمل اسكليروسس لاحقا وبتزيد من الاذية السؤال كتير مهم لازم نتذكره لانه الجزء اساسي من علاج كل البروتينيورية انتهابات الكباب الكلية بتترافق مع البروتينيورية انك تعطي راس راس انهبتشن اما انك تعطي اس انهبتر او تعطي واحد منهم لازم يكون في سبب وجيه انك ما تعطي الاس انهبتر او الاربس واحد منهم لازم يكون يا اما تعطي ديسينبريل او غيره اخواته او تعطي الوسارتان او اخواته ولازم يكون في مضاد استضباب قطعي لحتى ما تعطي واحد من هدول اثنين لانه مثل ما قالنا البروتينيورية بيحدداتها بغض النظر عن السبب اللي ادى لالها بتزيد من اذية الانابيب الكلوية وبتسرع من تدهور الوظيفة الكلوية سؤال جدا مهم حبيت اعيده وزيد عليه مرة تانية لا يا ريت كلكم تتذكروا هذا المعلومة لانه هتكرر معنا كثير بالمحاضرات هيك بكون وصلنا لنهاية النقاش الاسئلة اللي اخترتها اتمنى ان يكون وفقت باختياري بتعزيز الافكار المطلوبة بمحاضرة البروتينيوريا المحاضرة القادمة هتكون عن هيماتوريا لا تنسوا تعملوا اللايك والشير والسبسكرايب للقناة نجاح الكورس بيعتمد على وصوده للاشخاص اللي ممكن يستفيدوا منه ان شاء الله يا رب نكون ماشيين عالطريق الصحيح اه بنتمنى اسمع اراءكم وتعليقاتكم اه اختراحاتكم وان شاء الله يا رب نعدل حسب ما نرتقي الشي المناسب نحن ماشيين بالموضوع فتابعوا معنا والسلام عليكم اشتركوا في القناة